هذا هو الفيديو الذي أثار غضب الجبهة الوطنية الفرنسية وتحديدا هذا المقطع من أغنية نوبادي نوزمي والذي يظهر وجه مادونا مع مقتطفات من وجه زعيمة حزب اليمين الفرنسي المتشدد مرسوم عليها بوضوح شعار نازية مقطع قصير ومختصر لكنه كاف لمقاضات مغنية البوب مادونا كونها مادونا وثرية لا يعني أنه بإمكانها القيام بأي شيء من أجل إحياء مهنتها سوف نقاضيها لأنها تعرضت بهذا الفيديو لسمعة وهيبة سياسية كمارين لوبان ولملايين الناخبين وأي سياسي سيكون رد فعله مماثلة فيما وصلت مادونا للتو إلى أوروبا في جولة غنائية استعراضية وصفت بالاستفزازية ومن السخرية أن الأغنية التي تسببت في الكثير من الجدل تعرض على المسرح دون أن تظهر وجه مادونا حيث تقدم استعراضاتها مرتدية أقنعة لوجه ديكتاتيات سياسية عبر العالم وبعض السياسيين الحاليين الجبهة الوطنية الفرنسية من جانبها أوضحت أن مقارنة زعيمتهم مارين لوبان بهكذا شخصيات مرفوض تماما إلا أن حجم مبيعات تذاكر حفلات مادونا التي لم يتبق منها إلا القليل ما هو إلا مؤشر على أن شعبيتها لم تتأثر